موسيقى السلام عليكم على خلفية الأوضاع في غزة تتوالى الدعوات بالعراق لإيجاد بدائل غير عسكرية لمشاركة الفلسطينيين حربهم دعوة سيد الصدر كانت أولى الدعوات لسحب تمثيل الولايات المتحدة الدبلوماسي في بغداد لحقتها مباشرة دعوة السيد العامري لسحب القوات العسكرية ثم مساومتهم بالنفط العراقي آخر الدعوات لرئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ خمام حمودي دعوات الثلاثة وإلى جانب ضغطها على الإدارة الأمريكية فإنها تشكل حرجا للسياسة الخارجية العراقية إذا صارت الحكومة فعليا بخطوات تنفيذها كونها ستدمر على حد قول المتحدث باسم الحكومة العراقية اللي أكد أن الوجود الغربي في العراق قادم أو قائم على وجود الولايات المتحدة الأمريكية فكيف لحكومة السوداني أن تتعامل مع الموضوع وفق مسارات قانونية بدون زعل أحد الأطراف أين الموقف السندي والكردي من هذه الدعوات التي يقال عنها أنها شكلت فجوة في الساحة السياسية والشعبية ففي أربيل وصلت إلى حد صدور دعوات لإبداء موقف رسمي يبرئ الإقليم من تهمة ارتباطها بعلاقات مع الإسرائيليين بالعموم وفي تحدي صريح ردت الخارجية الأمريكية على تلك الدعوات قواتنا باقية وسنتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتها بعد أن تعرضت لهجمات متتالية خلال الأسبوعين الأخيرين في عقر مقراتها أرحب بكم مشاهدنا الكرام ورحب بضيوفي لشيخ عيسى العداي الباحث في الشأن السياسي ودكتور أبو ميثاق المساري الباحث في الشأن السياسي والأستاذ محمد عامر عذر حزب الديمقراطي الكردستاني من الدهوك حياكم الله ضيوفي الأكارم أهلا وسلم بكم وحياك الله شيخ حياك الله حياك الله دكتور وحياك الله سيد محمد خلينا أبدأ عن إذنك أبدأ من الدكتور أبو ميثاق دكتور أبو ميثاق شنو هاي الدعوة دعوة السيد العامري الجديدة ش تريدون بلدي نعم شكرا جزيلا لحضرتك حياك الله تحية لك وضيفيك الكريمين للأخوة كادر قناة الأيام ومن خلالكم جميعا لمشاهديكم في كل مكان أعتقد عودا على بدء لمنهج الحج العامري وبدر بشكل خاص وكل الطيف السياسي الشيعي بشكل عام منهجهم وسياقاتهم وأسلوبهم في الدفاع عن قضايا الأمة والخاصرة والهم الأكبر للأمة العربية والإسلامية وهي فلسطين ومسألة القدس وأحداث غزة الحالية أعتقد أنه الأمور لا تجري بدون تنظيم وبدون ترتيب أعتقد أنه المسألة أكو ترابط وأكو تشابك وسلسلة حلقاتها بالتتابع سلسلة حلقة تسلم إلى حلقة أخرى أعتقد أنه الحاج العامري يريد أن يثبت يثبت أنه القيد الأول والحاجز ومن نفسه الأول انكسر الحاجز الذي وضعته وضع الكيان الغاصب بأنه قوة لا تقهر وجيش جبار هذا الحاجز كسره العراقيين عندما هزموا داعش وهي داعش لا تعدو كونها صفحة من صفحات المؤامرات الكيان الغاصب ومن خلف ربيب تلرات المتحدة الأمريكية الخط الصد الأول اللي كانوا مسوينا الإسرائيليين في العراق انهار مع انهيار داعش ومع سقوط هاي الهلامة في بغداد استشعر تل أبيب الخطر وهم يعون مقدما أنه واحدة من الأبواب الكبيرة التي سوف تأتي منها الحل هي من العراق يعني هاي غزة كبغداد يعني إلها أربع أو خمس أبواب واحد من أهم أبوابها الحل سوف يأتي من هنا من العراق يريد الحج العامري دائما ما نجي من العراق بأي طريقة؟ يعني هذا المد الهائل والمد البشري الهائل اليوم لا ننتظر يعني رغم كون العراق ليس أكبر دولة بكثافة سكانية بدول عربية بوجود مصر بوجود مثلا زعامة إسلامية مثل تركيا وهذا النفوس الكبيرة بوجود جمهورية إسلامية لكن يعرفون تماما أنه العراقيين أدهم ثورة يعني فورة كبيرة نتيجة هذه الأحداث اللي شاهدوها في كل يوم وممكن في أي لحظة أنه تخرج هاي الجماهير عن السيطرة وتحدث ما تحدثه هاي هاي الدعوة الجديدة علما مواجهة للحكومة العراقية؟ لا تماما دكتور محمد بيها عدة رسائل بيها رسائل الداخل وبيها رسائل الخارج تماما رسائل الخارج أنه إحنا مستمرين وإحنا باقين على وعدنا اللي أطلقناه فوق تابوت شهداء المطار شهداء القادة في باب مطار بغداد من ذاك اليوم قلنا أنه هذا ثارهم راح يكون بإفراغ المنطقة والإقليم كله من القوات الأمريكية اليوم عودا على بدء نحن نؤكد أنه استمرار هاي النهج الإجرامي وقتل الناس هذا سوف يؤدي إلى أخراجهم من العراق ومن المحيط الإقليمي تمام بس إحنا عندنا الرواية الرسمية دائما تقول أنه ما عندنا عسكر عندنا مستشارين فقط تمام أنتوا الآن تتحدثون وأنتم جزء من هذه الحكومة تمام تقولون نريد أن تطلع القوات زين هي إحنا عندنا مستشارين لو عندنا قوات تمام مهنانة يعني تقرأ من عدة زوايا أنا إذا أقرأ من يعني أقرأ نوايا الحكومة العراقية وأقرأ نوايا العراقيين هم لا يحتاجون أكثر من المستشارين زين لكن أنا ما أقدر أثبت هذه النوايا وأسوي برنامج عمل هو ألزم الجانب الأمريكي أنه يلتزم بهذه النوايا الصادقة هم عندهم أساليبهم هم يغطون القطعات الموجودة بصفة المستشارين لكن نحن نعرف تماما أنه الأعداد في تزايد خاصة بالفترة الأخيرة تم استخدام بعض التعزيزات منهم لأنه يستشعرون الخطر دائما خاصة بعد مسألة قصف القواعد أعتقد أنه هذه الهلامة وهذه كذبة وفرية كبيرة أنه القطعات الموجودة هم مستشارين فقط لا أكون خارج المسمى هذا خارج هذا العنوان منهم خارج التوصيف الأمريكي لهم كمستشارين هم قوة قتالية موجودة تنتقل دائما بين قاعدة عين الأسد وقاعدة القيارة وشهدنا أحداث في هذا الخطر عندكم أعداد عندكم أرقام معينة لوجود لهذه القواعد بكل تأكيد المؤسسات العراقية المخابراتية والاستخباراتية لديها إحصاءات قديمة ومحدثة وبالتالي في كل فترة يتم تحديث هذه الأرقام ويتم مسألة الجانب الأمريكي عن أعدادهم ومسوغ وجودهم واضح شيخ عيسي نعم الآن كل الدعوات التي تتعلق بغزة تطلع من الجانب الشيعي فقط الجانب السني مختفي تماماً كما هو الجانب الكردي أيضاً لا يعني مجرد بيانات بسيطة وكذا ما عرفيش هنا تطور الوضع يعني بالساحة السياسية الشيعية وصل الموضوع إلى دعوة غلق السفارة الأمريكية في العراق وإلى دعوة الآن دعوة إخراج القوات ودعوة صريحة للحكومة وين السياسيين السمن من هذا الموضوع شكراً لحضرتك وشكراً للأخ أبو ميثاق وضيفي الكريم من الإقليم وتحياتي لكادر القناة المحترمين هذه قصة الاختلاف في المواقف منذ عام 2003 العراقيون يختلفون اختلفوا على تسمية دخول القوات الأمريكية منهم واحد سمها احتلاء واحد سمها تحرير واحد سمها كذا أعداء ومنهم من أصدقاء ومنهم من يسميهم أنه حرروا العراق فهذه الاختلافات نتج عنها في تلك المرحلة الجهة الرافضة للاحتلال كان خيارها هو الخيار المسلح وقاتلت الأبريكان قتال عنيف ومرير شهد له العالم وحصلت معارك كبيرة على المدن وأطراف أخرى إما حلفاء إما أصدقاء إما بمسميات أخرى بعد عام 2014 لا 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 بس اسمح لي لا لا أنا هسا أعجي الموقف من غزة الموقف من غزة هناك بيانة مو بيانات مواقف قوية جدا تصدر من الجانب الشيعي ولا وجود لمواقف من الجانب السني أكو مواقف لو ماكو هسا أول بداية احتمال لكون كلامي خاطئ أكو انقسام في الرأي العراقي هسا أكو انقسام انقسام الوسط الشيعي السياسي أول مرة يتفقون يعني التيار الصدري والإطار يتفقون على قضية إخراج القوات الأمريكية وهناك خلاف بين تسمية دور السفارة ودور القوات الأمريكية الموجودة في العراق بالحكومة حكومة الإطار تقول ان هذه القوات هم مستشارين جهات أخرى في العراق جهات مسلحة لها رأي آخر تقول ان هذه القوات هي قوات عسكرية ويجب أن نقاتلها شيخ أنا ذنك الكلام بس فهمني بس أرجوك أرجوك حتى ما أزعجك جايك لا حتى ما أزعجك وصلت لك معدي ضيف منتظرني جايك الموقف السني شين من الموضوع أكو موقف لو ماكو أعتقد صدرت بيانات كثيرة من لا موقف تكبير صدرت بيانات كثيرة يعني رئيس البرلمان ورساء الكتل كلها صدرت بيان داعم للقضية الفلسطينية ورافض للإجرام الإسرائيلي الأمريكي الغربي ضد الشعب الفلسطيني الذي يقرر الموقف هو من يحمل السلاح السنة لا يمتلكون سلاح مجردين من السلاح لا يمتلكون فصائل مسلحة بل هم مع الدولة وأدوات الدولة الموجودة جيش وشرطة وأجهزة أخرى وحشد هي التي تؤمن ما أحد عارض الدولة في موقفها الرسم خلاص إذن أكو دور سياسي السياسيين كلهم أصدروا بيانات أغلبهم تغريدات وبيانات صدرت بهذا الاتجاه أما موقف تهديد ينسجمون ينسجمون مع قضية غلق السفارة ينسجمون مع قضية الدعوة لطرد القوات اللي موجودة داخل العراق لا لا أنا أعتقد حتى يعني داخل الوسط الشيئي هناك خلاف حول هذا الموضوع هناك من يرى أن هذا التصرف في غلق السفارة هو سيعقد المشهد الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي وتكون إنعكاسات صعبة هذا حتى في الوسط الشيعي والوسط الكلي وهناك من الوسط الأكاديمي أيضا ينظرون لهذا الاتجاه وهناك من ينظر أنه خلاص وصلنا إلى مرحلة لا تفاهم واللا عودة ويجب أن نقطع العلاقات هناك من يبحث هذا الموضوع بطريقة ضمن المصلحة الوطنية العراقية وهناك من يبحث القضية باعتبارها قضية مبدئية وقضية شرعية وقضية رفعت عليها شعارات منذ أكثر من خمسين عاما فلا يجب أن يتخلى الجنام وحسن تضحة الفكرة خليني أنتقل لستاذ محمد ساذ محمد حياك الله حياكم الله أنا أريد أسأل أريد أسأل عن الموقف الرسمي للحزب الديمقراطي الكردساني تحديداً من قضية غزة هدوء عندكم هدوء جداً هادئين شنو القصة أسمح لي أسلم عليك وعلى ضيحيك الكريم أنا أستاذين أيسا وأستاذ أبو ميسوف ومشاهديك الكرام أنا حقيقة قبل أن نلوم العراقيين على عدم وجود موقف موحد يجب أن ننظر إلى الفلسطينيين أنفسهم بالتأكيد الموقف الفلسطيني ليس حالياً ليس لنا موقف فلسطيني واحد هناك الحكومة الفلسطينية الشرعية والتي لها سفارتها في أربيل عفوا قنصلياتها في أربيل وسفارتها في بغداد وهناك موقف آخر وموقف حماس هذا التناقض الموجود في الموقف الفلسطيني الطرفين الفلسطينيين حقيقة انعكس على العراح كما انعكس على الدول الأخرى بما يخص الديمقراطي الكردستاني تحديداً حقيقة الديمقراطي الكردستاني له سياسة ثابتة تجاه الشعوب بما فيه الشعب الفلسطيني وهو حق تقرير المصير وحق في دولته المستفلة بمعنى الديمقراطي الكردستاني أرى الحل هو في وجود دولة فلسطينية في دولة فلسطينية وهذا هو الحل الذي تبناه الحكومة الفلسطينية تريد الحكومة الفلسطينية ومقبول عالميا الديمقراطي الكردستاني في هذا النطاق لا يخرج عن هذا الموقف المبدئي تجاه قضايا الشعوب وتجاه قضية الشعب الفلسطيني بالذات الحل في دولة فلسطينية خلينا الآن في موقف جديد نحن عندنا الآن أربع مواقف تقريبا موقف هو قصف القواعد واحدة منها في أربيل هذا استخدام السلاح موقف الثاني موقف السيد مقتدى الصدر بالمطالبة بغلق السفارة الأمريكية الموقف السيد العامري الموقف بدر يعني اللي يدعون إلى إنهاء التواجد الأجنبي في العراق الموقف المجلس الأعلى الشيخ ماما محمودي اللي يدعو إلى استخدام النفط كسلاح من أجل غزة هاي المواقف شنو بالنسبة لكم شون تتعاطون رياح لاحظ بالنسبة إلى حكومة أقليم كردستان بما فيه الديمقراطي الكردستاني بالتأكيد موقفه سيكون عبر موقف الدولة العراقية الرسمي بالتأكيد لا توقع أن تصدر مواقف رسمية شيد محمد صوتك مواصل بشكل صحيح بس بس إذا تسمعني تلقائيا عندي تشويش بالصوت إذا الأخ هو بالكنترول يعضلون الصوت أكون ممتنة الآن الآن صوتك واصلني تفضل محمد صوتك الداخل مع صوتي إذا تسمحني بس خلص تمام يا شباب من هنا لا أتوقع أن يظهر موقف رسمي من حكومة أقليم كردستان بالتأكيد حكومة أقليم كردستان ستكون مع موقف الدولة العراقية الرسمية بتصوره أول ما نحتاجه كعراقيون الآن ليس كأقليم كردستان كعراقيون وفي خضم هذه الصراعات أو هذا الصراع الكبير في الشرق الأوسط الذي لا نعرف نتائجه وقد تكون إنعكاساته ونتاجه كبيرة على المنطقة كلها في هكذا وضع نحن نحتاج إلى موقف عراقي موحد الموقف العراقي الموحد يأتي أولا من خلال عدم تطرف أي جهة من الجهات لأنه في حالة وجود مواقف متطرفة بالتأجيد ذلك لن يساهم في وجود موقف عراقي موحد إلى ذلك أن لا نكشو المزايدات الداخلية بين الأحزاب وبين الأطراف في هذه القضية التي تخصنا جميعا كعراقيين يعني أن تحصل هنا مزايدات بين الأطراف سواء الحاكمة الموجودة ضمن اتلاف الحكوم أو أستاذ محمد كيف يتوحد الموقف بس اسمح لي هنا كيف يتوحد الموقف أستاذ محمد الصودي الداخل الله يخلي الصوت يا شباب رح أروح وارجع رح أرجع لك مرة ثانية رح أروح وارجع لك مرة ثانية بس خليني إذا أخذ هذا السؤال فقط وفأثني أرجع لك بالأساس لما صار التصويت على قضية وطنية بإخراج القوات الأجنبية من العراق الكرد والسنة انسحبوا من هذا التصويت وتركه والشيعة وحدهم صوتوا على القانون ومشيه ولحد الآن متوقف واحدة من أسبابه هو انسحاب الكرد بمعنى هو ليس موقف وطني هذا ما دام عندك المكونين الأساسيين غير موافقين على موقف معي وأعضاء البرلمان ونحن نعرف نحن في العراق عندنا دوائر انتخابية البرلمانيون يمثلون دوائرهم يمثلون محافظاتهم عندما تقول الكرد والسنة لم يكونوا مع هذا الموقف بمعنى أنت ما عندك موقف وطني هذا اللي أنا أدعو إليه كأكاديمي وبالضيح حقيقة نصح في هذه المواد يعني أنا أدرس طلبة الدبلوماسية وإلى آخره هذا اللي أدعو إليه ندعو إليه وهذا هو المطلوب مننا أن نتوحد بموقف واحد الاتخاذ موقف واحد ممكن فقط في حالة عدم التطرف في المواقف أنت إذا السنة والكل انسحبوا من موقف معين بمعنى ما عندك موقف وطني واضح 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 هي اللي شكلت نعم واضح الآن خلينا ننتقل للدكتور أبو ميثاق وأرجع لك مرة ثانية هذا التفرد بالمواقف ينتج هذا ضعف القرار أنتم الشيعة متفردين قاعدت تتخذون المواقف لوحدكم واحد يريد يغلق السفارة واحد يريد يطلع القوات واحد يريد كذا عدكم شركاء في الدولة عدهم مصالح عدهم رؤية مختلفة عدهم تفاصيل مختلفة أنتم الآن واحد يطلع منها يغلق السفارة يريد يغلق السفارة واحد يطلع منها معرف شب بعدين حتى الحكومة العراقية ما تسببونها حرج به التفاصيل نعم سيدة محمد أعتقد لبس كبير حصل أثناء النقاش أنا غير معني تماما بأعداد النواب المصوتين ولا يعني هذا أنه يمثل رأي وطني أو لا يمثل رأي الوطنية أنا مقياس الوطنية عندي هو بقدر ما يحفظ كرامة العراقي وكرامة العراق كبلة زي هنا أنا أنا تحضر عندي الوطنية لما أشوف أنه كرامة العراقي مهزوسة أو عيدة وأقول له هذه كرامتك وأنا صنت وعملت على حفظ كرامتك هذه الوطنية بمقياسي أنا بمنظوري أنا لكن أنت بمقياسك لأنه كل سنة ما صوته أو الأكراد ما صوته أو أعداد النواب هي اللي تحكم أنه هذا يعني رأي وطني الشيء المعلي اتفاق اجباع بين مكونات وموقف وطنيين وهذا غير صحيح تماماً أنا أعترض على جملة وتفصيل وأنا أقول للأمانة الأخوة الأعزاء الكورد والسنة يفوتون فرصة كبيرة للعودة إلى جماهرهم أنا متأكد تماماً أنه اليوم أنت لما تستقي رأي الناس في أربيل روح يمقلعة أربيل وخذ لك كاميرا وروح شوف الناس واسألهم عن غزة واسألهم عن موقفهم من التواجد الأمريكي مع الدعم الأمريكي الملحوظ والمكشوف لأصابات الصهيونية في غزة وشين راح يقول لك الكوردي راح يقول لك أنا موافق راح يقول لك أنه رأيي الفارتي هو دايمثل طموحي أنا طموحي أنه أبقى مذلول وأبقى أشوف هذه الصور قتل الأطفال وإشلاء الناس وضرب المستشفيات على التلفاز يومية وأنا مرتاح وضمير مرتاح لو أكل يوم سني بالعراق كل هذا من الشمال إلى جنوبه يرضى بالليد يصير بغزة ليش السياسيين السنة اليوم يمثلون وجهة نظرة سنية أبداً لكن أنا أقول هم ماذا يمثلون يمثل مصالحة يمثل الأرضية مواقفهم شنو حسنا المواقف شنو مواقفهم هذا اللاموقف اللاموقف تماماً الأرضية مهزوزة دكتور محمد لما أنت تكون بعيد عن قواعدك شعبية بعيد عن جماهيرك تريد أن تحافظ على الكرسي بيعيز صورة من الصور يعني اليوم الزعامة التشريحية الأولى في العراق موقف اللاموقف ليش؟ لأنه الأرضية مهزوزة قال لك شيخ عداي صدرت بياناتهم صدروا بيانات الناس لا يعني الواضح أنه المسألة ذاهبة إلى أكثر من أكثر من موضوع أصدار المواقف وأصدار البيانات الحج العام كان واضح في أول بيان من أول لحظات اندلاع النزاع في غزة قال إحنا إذا ثبت حدنا أنه القوات الأمريكية أو الأمريكا كدولة ساندت العصابات الإسرائيلية في هجومها واستهتارها في غزة ومساعدة الإسرائيليين على قتل الفلسطينيين في غزة إحنا راح نستهدفهم وهذا رأيي واضح ما يرادل لا لبس والمعتبر بياناته هذا مو بيان هذا مو بيان هذا ثبت الموضوع فأقول إنه أكو موقف مرة يقول موقف لا موقف أنا ما عندي موقف سواء أحافظ على كرسي وأحاول أن أسوي روحي ما أدري وسوي نفسي ميت أغرس راسي بالرمول أنا مود لا تشوفني الناس هذا الواقع الرسمي الواقع الرسمي السني والكردي أنا صليح جدا زين لكن هذا الهجوم على الشركاء بالوطن أعتقد يعني مو ساحتنا أحنا معركتنا كعرب ومسلمين الآن في فلسطين وفي غزة نحول الصراع بين يعني وطنيا داخل العراق بين مكونات العراق بين شركاء الوطن بسبب اختلاف في وجهات النظر أو اختلال في التوازن المسلح ما كسره الآن السني لا يمتلك فصائل مسلحة تقاتل وتهدد فلسطين الإطار ويمتلك محور مقاومة مثل ما تفضل جنابك يمتد من طهران إلى حدود الجولان وإلى جنوب لبنان هذا محور المقاومة الآن المعركة مو بيانات ولا هتافات ولا أي شيء المعركة الآن في الساحة لو لو تطلق على إسرائيل خمستالاف صاروخ مثل ما أطلقت حماس من أي محور آخر لكان الكلام غير كلام لا توجد إسرائيل لماذا صاحب السلاح والقرار لم يتخذ هذا القرار ويضرب إسرائيل بإمكانياته بإمكانياته من أن تقصد أقصد الفصائل محور المقاومة تحصد مقاومة شاتا نسيت لك مليار واحد مليار دول العرب كله نسيت مصر نسيت سعودية مصر عدها اتفاقية مصر عدها اتفاقية وما رافع شعار المقاومة هسا حزب الله قاعد يقصف الباقي السورية قاعد تنقصف بالعراق قاعد ينقصف الموضوع مو موضوع مقاومة نتحدث عنه اليوم بس اسمح لي حزب الله حزب الله اللي احنا كنا من 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 اكثر من عشر او سبعة سنة كل احنا داعمينا في 2006 احنا داعمينا في كل مقاومة كلها احنا داعمينا حزب الله الآن هو اليوم الحسم حزب الله حسب التصريحات يمتلك 150 الف صارو انا سرح ارجع لك مهزم سحطة داخل احنا نريد الهدف بس اسمح لي لا نريد نختلف بينات الكرد الكرد قاله وكذا والسلمة ما ألهم موقف انا ما عندي فصائل انا ما عندي فصائل اقول لك الرجال ما عندي فصائل وقتال وكذا انتم اصحاب الفصائل يعني على غير العادة هو الشيخ عيسى اول مرة ينفعه يتوتر ويتجاوز على وقتي ويتجاوز على وقت احنا اخوان ان شاء الله واني مو قصدي هاولت المرضوء الداخلي وهي القضية اكبر خليه اوضح فكرتي يا الله يوقف اتفضل انا ما جاي انقل ساحة معركة هنا احنا يعني مثل ما قال ابو عبيدة المسلمين من زمان يعرفون المقاتل ينطو سيف والآخر ينطو ضمادات يعني يعني هناكو ناس بالعراق اليوم شايل اضمادات قبل كل شي يقول لك ترى انا اذا اللاصة بغزة واذا وصل ليمي لهنا البغداد ترى انا شايل اضمادات يعني ما اقاتل زي بعدين هذا اريد انقل صورة للناس يعني يعني ما جاي اسحب الفتي المعركة البغداد لا ولا اريد انه الحلفاء هي اي حلفاء واي شركاء هي شراكة مغنم احنا واضح عندنا من البداية هذول الجماعة الناس يعني شركاء مغنم انت شون تنفرد انت شون تنفرد بقرار دولة بدون ان يشاركونك بيهم اللي يخليني انفرد هسه على فرض انه قبلنا بهاي النظر انه انا منفرد تماما لكن انا جاي اناغم جاي اناغم النفض الجماهير السن والنفض الجماهير الكردية انا ما ناغم سياسيين انا انطلق من التظاهر المليونية اللي قادها الصدرين في ساحة تهلير واعتبرها كافية جدا زي لان انا اتصدر واتبنى موقف يعني شجاع واقف واقول انه هاي ناسي وهاي جماهيري وهذا الوقع الحقيقي والنفض الحقيقي الهراقيين الهراقيين مو كلهم سياسيين سنة وكراد شركاء مغنم ينتظر من هاي الحكومة بس مغانم لا شركاء دم وشركاء سلاح جربناهم في داعش السنة اختلط الدم وناس تشيد قدام ناس لكن ما قاعد على صفحة وقال لك والله تفضل انت دولة وانت حكومة روح حرر مناطق لا قاتل قدامك ومات قدامك هاي الشراكة الحقيقية كمان وشراكة المغانم الشيخ عداي انت اخذتنا على السلاح وعلى هاي التفاصيل كهياء الحقيقة بس اسمح لي بس اسمح لي نعم اولا اولا السلاح فالعراقيين كلهم كلهم هل تفقي وكلهم غزل لا احنا مجردين من الاسلحة اسمعني اسمعني سي اهلم جردكم احنا مجردين احنا نتحدث عن موقف سياسي الان حس هو هذا العامري لو مقتدى الصدر لزمه وسلاحه طلعوا بالشارع هم يتحدثون موقف سياسي انا اقول وين الموقف السياسي من هذا الموضوع ما اريد انثير خلاف بس اريدك شوف وحدة من الاشياء المهمة اللي خلت الامريكان اللي حد الان موجودين هو رفض السنة ورفض الكرد التصويت على قانون وبالتالي طلع القانون لا اشويت على القانون صوت وحول الى الحكومة والآن في ادراج الحكومة واذا تريد نفذ الحكومة تنفذه ما عادها مشكلة ما عادها مشكلة القرار مع اللي تتخذ الدولة الحكومة العراقية والحكومة مو حكومة الشنة ولا حكومة الاكرار حكومة الاطار والقرار موجود ومصوت عليه من الفين موجود ليش وهي زبدة الفكرة دكتور محمد يعني اعقلها برأس الشيعة هناك مشارك يعني هذا مفروض الشراكة لكن القرار السياسي والأمني والاقتصادي كل هذه القرارات يدرخوا الشياء القرار الأمني لا يمتلكون السنة أي قرار أمني والدليل ثمان أجهزة أمنية ولا جهاز أمني مسؤولة سني فقط وزير الدفاع المنزوء الصلاحية من زمن من زمن أستاذ نوري المالكي حولت الصلاحية إلى مكتب القائد العام وفي زمن الأستاذ العبادي حولت الصلاحية إلى العمليات المشتركة واستمرت إلى الآن وزير الدفاع ما يقدر ينقل جندي رياضة البرلمان لكن يقدر يسوي حزب ويأخذ أموال وزارة الدفاع أعتروا عليه أعتروا عليه ويجب المشاركة الانتخابية القادمة وهي فيها بجر انتخابي يعني أنت اللي تقدر عليه اللي تقدر عليه نتسويه بأموال الدولة وأموال الدولة هذه ما تستثمرها حتى تسوي قرار ضد الأمريكان أو ضد الإسرائيليين سادة أبو المثاق حيث سموهم مخاتلة أبو المثاق أخويا العزيز حوالي ستين فصين خليني رجع كلهم أبناء العراق يعني إحنا مو ضدهم واجبهم هو حفظ الأمن في البلد والدفاع عن الأمة والأمة العربية والإسلامية هذا واجبك المسلح مثل الطبيب الطبيب الجراح واجبه يجري عملية جراحية والمقاتل واجبه يقاتل واللي لا يمتلك السلاح ولا يمتلك القرار زين لا تعتب عليه سادة مواجبكم شنو يشير احنا واجبنا حمينا العراق من كان الجميع يعتبرون الأمريكان واشه راحة هسه راح يا أخي هسه راح هسه راح شنو هسه هسه واجبك شنو انتجاه القضية العربية شنو واجبك احنا أول خلي أحد يتقدم ايه خلي أحد يتقدم متقدم العالم لا لا لتقدم يا أخويا الطريق هسه موقف سياسي أنا أتحدث عن موقف سياسي هسه هو الموقف السياسي كلام الزمن مو زمن كلام الموقف السياسي موقف شير هو يا العزيز سادة محمد الموقف السياسي تصريحات وكلام الآن ليست زمن زمن كلام وتصريحات الآن الدماء وأطفال الفلسطينيين في غزة تشفك بطريقة يندى لها الجبين العالمي والإنساني هو قاعدة عين الأسد واحنا في زمن بس اسمعني قاعدة عين الأسد بالنبار بصفك شيخ ترم وبالناصري وما عدنا صواري بصفك بالناصري ما عدنا صواري ما عندي لا عدنا مسيارات لا عدنا صواري بس اسمعني عندك مليارات تنطيها لشركة إسرائيلية تتبنى الترويج إليك لو ما عندك هذا كلام اتهامات لا صحيح والله هذه الاتهامات ميجوز احنا نتهم احنا نتهم نحن نتهم نحن نحن نتهم نحن نتهم لا نحن نتهم نحن يوميا نطلعين صفحة نتهم هذا أو نتهم ذاك احنا مع موقف الدولة العراقية رئيس الوزراء شي يقولون تمر أصدر أصدر بيان وإذا يريد يصدر بيان آخر نحن مع الدولة تمام لأن احنا في ظلم الدولة وأحنا نؤمن بالدولة ترى تاريخيا مو الآن تاريخيا احنا نؤمن بالدولة أين كانت هذه الدولة تمام والله أنا أتمنى يصير الموقف باسمهم ويسوون موقف تاريخي مثل الصحابة والفتوحات الإسلامية الآن يومها واللهي الآن يومها تتمنى؟ هي والله تتمنى من قلبك؟ واللهي اليوم يومها هذا التحالف اللي صار قبل ما أجب ساعة وزير الخارجية الأمريكي قاعد في الكونغريس يوصف حالة عائلة إسرائيلية شون انقتل الأب والابنين الولد والصغير وناسي هاي الصور اللي بعشرات الآلاف من الفلسطينيين أطفال 3000 طالب وتلميذ و 2500 تقريبا نساء هاي ما يحشي عنها الضمير العالم الغائب لا يصحى إلا بأصوات السلاح وأخواننا في محور المقاوم وهم الأجدر والأقدر على رد الكرام تمام سيد محمد رضي سيد محمد الآن لو ذهبنا إلى التصويت يعني لو ذهبنا إلى تنفيذ قرار البرلمان اللي معطل هو ليش معطل لحد هذه اللحظة هم مادري ليش يعني سياسة الاستقواء تنتهي يعني أنا اليوم أستقوى بالأمريكان على مودة حافظة على منصب الدولة العراقية باتر اختلفت وي الحكومة بيناتكم كأحزاب سياسية واحد يستقو على الآخر حسا لو فرضنا أنه رحنا إلى تنفيذ هذا القرار يقبلون الأحزاب تقبل الأحزاب السياسية الكردية لاحظة أخي كاك محمد أستاذ أبو ميسا حقيقة الوطنية ما يحدثها شخص واحد اللي معاي هو وطني واللي هو معاي غير وطني خاصة في ظل هذه المزايدات الموجودة بين الأطراف الشيعية يعني لا أنت قصدك بالقرار الوطني اللي متفق عليه اللي متفق عليه من جميع الأطراف يعني مو الوطنية بمعنى أنا وطني وأنت غير وطني هذا مختلف أستاذ محمد اسمعني يا أخوي الصوت مو تمام عندي خشخشة وشوشة بالصوت حمل خشخشتنا وشوشتنا خليني أكمل كلامي خليني أكمل كلامي لأننا حقيقة ما نفهم بعض أما تتفضل تقول لهم للكونترول يعدلون الصوت حتى علق الأرتاح أستمعلكم في كل الأحوال موقف عراقي وطني ما عدنا الموقف الوطني العراقي هو اللي يصدر من جميع المتونات العراقية ومن البرلمان العراقي هكذا موقف ما عدنا ثانيا هناك منهاج حكومي المشكلون للحكومة والحكومة حقيقة يجب أن تخوم بتنفيذ منهاجها الوزاري منهاجها الحكومي واللي صوت عليه البرلمان العراقي تجنب تشريع تجنب تنفيذ المنهاج الحكومي الوزاري وتخول في مواضيع أخرى يعني فيما يخص الشرق الأوسط بتصوري نحن أولا يجب أن نرى ما هي سياستنا في الشرق الأوسط يعني نريد نجنب المدنيين الفلسطينيين في غزة خاصة من هذه النار أمن لدي لنلقي إسرائيل في البحر يعني سياستنا أول شي نحن لازم نعرف ما هي مصلحتنا كدولة ما هو الأمر الذي يهم مصلحة المواطن العراقي بالدرجة الأولى ثم هناك قوانين دولية هناك دول عربية هناك الحكومة الفلسطينية يعني ما يجوز أن نتصرف في هذه القضية بشكل انفراضي ثم يعني إذا قمنا بضرب إسرائيل أو أرفلنا قوات إلى إسرائيل هل هذا سيمنى عدم قتل المدنيين بالمناسبة أبو ميثاق حقيقة حضرتك هذه المرة ما أعرف كين أصف الجمهور الكردستاني نحن من عانينا الأنفال ونحن نعاني التجويع من الدولة لا أعضى أخوي أو لا ونحن أخر الناس من نعرف بمعاناة الشعوب بمعاناة أهل غزة قطع الأرزاق قطع الخبز عن أهل غزة أهل كردستان الذين يتعرضون لعقوبة قطع الأرزاق يعرفون معاناة أهل غزة نحن من تعرضنا إلى الأنفال وقطع في قرانا بالطائرات نحن نعرف معاناة أهل غزة معاناة أهل غزة وتجنبهم من الحرب وعدم استخدام المدنيين كدروع بشرية ضد تمام يعني تمام غسا 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 لا في تظاهره لا شفناكم بموقف رسمي لا شفناكم ما قصة أين أستاذ محمد تعاطفوا إنسانيا مع الناس الموقف الرسمي يصدر من الدولة العراقية وحكومة أقليم كردستان سترش الموقف الجاهيري أنا مثلا آخر بسبوع كنت في يوم الجمعة كنت في يوم بقبضة علامنا كتابنا يعني يتضامنون مع أهل غسا لا يرضون أن يستم استخدام هؤلاء كدروح بشرية استخدام المدنيين في قاتل حرب من الطرف كما هو مرفوض من سلطة التسطينية من الدولة التسطينية هو مرفوض جمائيا في كردستان أفضل سيد لو فرضنا هسا أرجع على سؤال الأول الآن القواعد الأمريكية في إقليم كردستان معرضة في أي لحظة وانظر بط قبل أيام ليش هذا القلق باقي في في الأراضي العراقية ليش ما تتحركون أنتم نفسكم وأنتم لديكم القدرة يا أخو وعدكم مزارة الخارجية وعدكم مزير الخارجية وعدكم تمثيل دبلوماسي وعدكم تمثيل بالحكومة ومؤثرين جدا على القرار السياسي الحكومي أو ماكو قرار سياسي بالعراق ما يمشي إذا ما أنتم موافقين عليه ليش ما تتحركون بهذا الاتجاه شنو نسوي على إنهاء وجود القوات الأجنبية اللي قاعدة تسوي لكم فتنة أخوي الدولة العراقية هي اللي طلبت من القوات تجي تحمي العراق العراق محدد بالإرهاق العراق ما عندها السلطة عامة تتحكم بجميع الجميع من يحمل السلاح في هذه الدولة الدولة العراقية يتم حمايتها اقتصاديا وعسكريا من قوات هسا أكو خطر على العراق هسا هاي القوات وجودها وجودها من أجل المعلن وجودها من أجل محاربة تنظيم داعش يا أخي داعش هسا حتى بالحفور بعد ما موجود لا أنا أضيف لك بالنسبة لي بالنسبة لي مفخص موضوع داعش نحن في دولة هناك قوات لا تستمع إلى أوامل القائد العام للقوات المسلحة العراقية سواء كان هذا القائد هو عادل عبد المهدي أو الكاظمي أو حتى سيد الشياع السوداني داخل العراق هنا مجموعات مسلحة ترفض تطبيق الاتفاقيات التي تتوصل إليها الحكومة العراقية زين بالعراق ما حدك سلطة عامة ثانيا الدولة الجوار يعني تعتدي على حفظ يعني هسا تخليك من المجموعات هاي المسلحة هو هسا محمد الشاع السوداني يقدر يحرك لجندي بالبيش مرقي لا محمد الشاع السوداني يقدر يحرك جندي بالبيش مرقي بل بس اتفضل مرة أخرى محمد الشاع السوداني او عادل عبد المهدي او اي رئيس وزراء يقدر يحرك لجندي واحد بالبيش مرقي بالتأكيد شنو ما يقدر يحرك وين محرك يا حسن لا اخوي احنا بالبيش مرقي اولا جستوري ثانيا القوات منظمة منضبطة والسيد القائد العام القوات المسلحة العراقية بالتأكيد يا صافحي لكن من خلال رئيس أخليل كردستان وابح هذا السيد القائد العام قوات المسلحة كما يتصرف مع الجيش العراق طبيعي عندنا نوع من القوات في أقليل كردستان اسمحني اشرحنا هي نوع من القوات هي قوات اتحادية قوات حرس الحدود وابح وقوات اخرى تدفع الوزارة الداخلية العراقية هذه القوات المقامات في بغداد بالتأكيد تعطي أوامرها مباشرة إلى هذه القوات الموجودة في كردستان قوات حرس الحدود التي هي قوات اتحادية قوات الشرطة القامارك التي هي قوات اتحادية واضح عندي واضح عندي وعدي المشاهد سيد محمد سيد محمد عندي فقط بدقيقة واحدة واضح إلى قوات الفيش مارك هو الرئيس أقليم كردستان واضح اعرف التشكيلة انا اشكرك اشكرك سيد محمد اشكرك سيد محمد واعتذر منك ايضا على السوء الصوت الذي يوصل لك واذا انتم عدكم عدكم السلطة وعدكم المال وعدكم السلاح وعدكم كذا وعدكم كل التفاصيل لماذا لا تبشرون بهاي قراراتكم سواء نتهددون سواء توقفونهم سواء اذا تريد لكم وقف مناصر لغزة سووا انتم وحدكم مش تطلبون من غيركم لا لا انا متأقن دكتور محمد انه الطيف السياسي الشيعي هو دائما ابو الولد وهو لشاي الهم البلد هذا كله كل قرارات البلد المصيرية تعصب برأس الشيعة لا نجد هنا مساند او معاضد تجد مثلا اليوم البارتي مثلا يعني مستعد عن يوقف ارزاق الناس اشهر ولا يساعد على اقرار الموازنة ما دامت حقوق اربيل لا تضمن ضمن الموازنة لكنه لا يمكن ان يؤجل يعني ويكلف نفسه عناء السفر الى بغداد وحضور جسد مجلس النواب من اجل تصويت على قرار اخراج القوات الامريكية هاي مفهومة يعني مزعم ممكن انه تشاهد في الطرف الاخر السني المفصول تماما عن واقع الشعبي والجماهيري وارضيته الهشة ممكن انه يصم الاذان دائما عن مطالبات عشائر الانبار واهل الانبار وهذه الروح الثورية لدى هاي العشائر الكريمة وشعورهم المتنامي تجاه اخوتهم في غزة ممكن ان يصم الاذن تماما ويسكت من اجل المحافظة على مغامة على مغامة مانعين احدهم مانعين احد السياسيين طبعا السياسيين مانعين احد من المواطنين هم الذين استعملون يعني تكميم الافواه اليوم لو سمح للانبارين لأهالي الانبار وآهال الفلوجة بالخروج للشوارع لباتوا بالشوارع من اجل غزة لكن هذا كله تكميم افواه هاي السياسة يعني معلنة وغير مستورة السياسيين الامام كمم افواهم يا استاذ الامام كمم افواهم من العراقيين خرجوا بالملايين وين موقفهم خرجوا ملايين السياسيين قضية مظاهرات اشكرك اشكرك دكتور ابو ميثاق المساري شكرا لشيخ عيسى العداي شكرا للاستاذ محمد عامر من الدهوك اشكركم مشاهدين الكرام في عمال الله